عشر سنوات مضت على انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية في غزة بالسلاح انقلاب لم يرسق الانقسام الفلسطيني فحسب بل فقم من معاناة سكان القطاع الذين باتوا محاصرين خاضعين لسياسة القبضة الحديدية التي تنتهجها الحركة قبضة لم تكن حماس لتمتلكها لو لا الدعم المالي القطري السخي لهذه الجماعة فالدوحة ضخت مليارات الدولارات للقطاع في اشكال مختلفة كمنح قطرية تحت شعار اعادة اعمار القطاع الدوحة دفعت ايضا وفقا لتقارير رواتب اكثر من 40 الف موظف في غزة على مدى عامين حماية لحماس بعد تفاقم سخط الشارع الغزاوي على اسلوب حكم الحركة لهذا القطاع قطر لم تكتفي بتقديم الدعم المالي للحركة بل دعمتها دبلوماسيا استقبلت قياداتها على رأسهم زعيمها خالد مشعل الذي دعته لحضور القمة العربية في الدوحة في العام 2009 كما قدمت الدوحة حماس للعالم كسلطة شرعية للفلسطينيين سواء عبر زيارات متبادلة بين النظام القطري وقيادات حماس او عبر الاذرع الاعلامية للدوحة التي روجت ومنحت منابر لشخصيات هذه الحركة هذه الرغبة القطرية بترجيح كفة حماس مقابل السلطة تأكدت عبر تصريحات امير قطر التي اكد فيها ان بلاده ترى حماس حركة مقاومة وممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني نهج الدوحة بدعم احزاب مقابل حكومات وترسيخ الانقسامات او حتى خلقها في الدول العربية ليس خارجا عن السياق العام لسياسات قطر الخارجية وهو ينسجم تماما مع سلوك طهران الحاضرة بقوة في ملف حماس فعد عن تورط ايران بانقلاب عام 2007 دعمت طهران الحركة بالاموال والتدريب بحسب تأكدات لقادة حماس انفسهم الذين لم يفوتوا مناسبة الا واكدوا علاقتهم المتينة بطهران اذا ومنذ تولي الامير حمد السلطة دابت الدوحة على توسيع خياراتها السياسية ومحاولة لعب دور اقليمي يفوق حجمها الطبيعي والذي تمثل بدعم اي جماعات تقود مؤسسات الدولة على رأسهم الاخوان المسلمين والجماعات المتشددة الذين تراهن عليهم الدوحة كورقة تفاوضية في معظم ملفات النزاع في المنطقة